القدرة على التواصل مع الإخرين هي أداة أساسية لبناء علاقات قوية والتعبير عن احتياجاتنا قد نشعر أحياناً بالتردد في التواصل خوفاً من أن الشخص الآخر لن يستمع علينا أو يفهمنا أو يقوم بأي تغيير لكن من المهم أن تتذكر أنه عندما نتواصل لا يمكننا أن نضمن نتيجة محددة قد لا يقوم الشخص الآخر دائماً بالتغيير الذي نريده لكننا ما زلنا نمنحه الفرصة للاستماع إلينا والرد على احتياجاتنا من إجل تفادي أي سوء تفاهم أشعر أنك لا تقضي وقتاً كافياً معي أفهم ذلك لكن لدي الكثير من التزامات العمل في الوقت الحالي حتى إذا لم يقم الشخص الآخر بإجراء التغيير الذي نبحث عنه فمن خلال التواصل بصراحة وصدق نعطي صوتنا ورأينا ومخاوفنا منصة لتعبير عنها يمكن أن يكون هذا التعبير هو الحل لتفادي المشاكل حتى لو لم ينتج عن المحادثة تغيير فوري عندما نتواصل بشكل مفتوح فإننا نخلق أيضاً مساحة للتفاهم المتبادل والنموي يمكننا التعبير عن احتياجاتنا والاستماع إلى وجهة نظر الشخص الآخر حتى لو لم نوافق هذا يمكن أن يؤدي إلى مزيد من التفاهم والتعاطف أردت أن أتحدث معك عن شيء يزعجني بالتأكيد أنا هنا للاستماعي لذا لا تخفى من التواصل بصراحة مع الأشخاص الموجودين في حياتك حتى لو لم تؤدي المحادثة إلى تغيير فوري فأنت ما زلت تمنح نفسك صوتاً وفرصة لسماعك بمرور الوقت يمكن أن يؤدي ذلك إلى نمو إيجابي في علاقاتك تذكر أن قوة التواصل مع الإخرين لا تتعلق فقط بالحصول على ما نريده بل تتعلق أيضاً بالتعبير عن أنفسنا والاستماع إلينا من خلال التواصل المفتوح نخلق مساحة للتفاهم المتبادل والنمو حتى لو لم تكن النتيجة تغييراً فورياً